هوية بريس نحو إعلام هادف من أهدافه ورؤيته وستراتيجيته الكيان الإسرائيلي بدأ في الأول بدون رؤيا فهول الصدمة دفعوا إلى أن يتحرك في اتجاه الانتقام ولذلك رفع شعارات محددة مرتبطة بتقويض بنية حماس العسكرية والتنظيمية واسترجاع الأسرى والمختطفين وإزالة حكم حماس هذه الأهداف الأربعية التي انطلق من الكيان الصيوني لكن لاحظنا مع التصاعد وتيرة الحرب ومع الديناميات المختلفة أن هذه الأهداف لم تبقى ثابتة تحولت الجبهة إلى لبنان ثم بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبعض قيادات الأخرى العسكرية بشكل خاص بعد عملية البيجر أيضا جاء خطاب نتنياهو في الجمعي العامة وتحدث عن صياغة الشرق أوسط آخر وقدم صورتين الأولى خضراء تلعب فيها إسرائيل الدور المركزي وفي هذه الصورة الخضراء لا توجد فلسطين بالمرة توجد فقط إسرائيل في المحور وهي تمد العلاقات هي محور العلاقات ومحور خط استراتيجي ممتد من الهند إلى أوروبا وهناك فضاء إقليمي تعيش فيه إسرائيل بشكل طبيعي أي أن التطبيع سيمتد وسيشمل حتى المملكة العربية السعودية وفي المقابل هناك صورة سوداء ترمز إلى ترمز إلى فشل إسرائيل وسيطرت إيران وأذرعها على المنطق إذن الحماس كانت تريد من خلال حدث السابع من أكتوبر أن يقع نوع من الإنصاف ونوع من عودة القضية الفلسطينية إلى الضمير الإنساني والضمير الإسلامي حتى والعربي وأن يتم البحث في هذه القضية بحيث يستعاد النقاش حول وضعية القضية الفلسطينية وضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية بالمناسبة ليست هذه المرة الأولى التي تحدثت فيها حماس عن الدولة الفلسطينية في حدود 67 هناك وثيقة قديمة لحماس تقبل فيها إقامة الدولة على حدود 67 الخلاف فقط هل هذا هو منتهى أفق حماس أم أن هذا الأمر هو تاكتيكي مرحلي في أفق تحرري متسلسل الحلقات فإذا هذين الاستراتيجيتين الآن في تدافع وفي الصرع إسرائيل لحد الآن لم تنجح في تحقيق أي من أهلافها في قطاع غزة وإن كانت تتجه إلى خلق منطقة عازلة في الشمال ولكن المعارك مستمرة ولا نرى في الصورة إلا الكلفة المدنية الباهضة في حين نرى في المقابل يعني ضربات قوية توجيها المقاومة إلى الجيش الإسرائيلي في الشمال على المستوى لبنان لحد الآن ليست هناك مكاسب استراتيجية يمكن أن نقتنع بأنها تسير في اتجاه ما أسماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشرق الأوسط الجديد الذي تريد إسرائيل صياغته لكن في الجهة المقابلة تماما نجد أن قطار تطبيع قد توقف بشكل نهائي أو كل الدقة قد تجمد على مستوى الدول المطبعة وتوقف على المستوى الدول التي كان يراد أن تدخل بسرعة إلى هذا المسار السعودية أعلنت بشكل واضح بأن شروطها لقبول تطبيع مع إسرائيل هو إقامة الدولة إقامة الدولة الفلسطينية أو تنزيل حل الدولتين وأنت تعرف الذكاء الديبلوماسي هي تعرف بأن العدو الصهيوني لا يقبل بحل الدولتين خصوصا في ظل اليمين الصهيوني المتطرف ولذلك فهي تدفع بشرط يستحيل قبوله لكي تبرر عدم انضمامها إلى مصاري التطبيع إذن إذا أخذنا هذه العناصر مجتمعة نرى بأن إسرائيل فقدت جزءا من وهجي مشروع التطبيع فقدتهم مرتين سواء مع الدول التي طبعت معها أو مع الدول التي كانت تنوي أن توسع دائرة تطبيع معها على المستوى الثاني وعلى المستوى الميداني لم تنجح الآن إلى حد الآن لم تنجح إسرائيل في أن تقضي على أي بنية من بنيات المقاومة سواء تعلق الأمر بحماس أو تعلق الأمر بحزب الله وحتى الأذرع الأخرى المحسوبة على إيران مثل الحوثيين في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق فهذه الضربات التي توجه إلى هذه المحاور بمساعدة أمريكية أو بريطانيا وحتى فرنسية لم تنجح في وقف الإسناد فإذن نحن أمام مشهد غير مكتمل لا يستطيع أحد أن يتوقع بأن إسرائيل تمضي نحو تحقيق أهدافها سواء تلك المعلنة في بدء الانتقام من عملية السابع من أكتور أو التي رفعها في خطاب الجمعية العامة وهو يتحدث عنه بشكل حالم عن منطقة مزدهرة خضراء تقودها إسرائيل لا شيء لحد الآن مكتمل ولكن الشيء البارز على المستوى الإنساني والقيمي هو أن إسرائيل قد فقدت الشيء الكثير وحتى المستوى الدولي أيضا قد فقدت الشيء الكثير النخب العلمية والثقافية والطلابية والإعلامية في الغرب كله والمنظمات الحقوقية وحتى الإعلامية أيضا أصبحت تنظر إلى إسرائيل باعتبارها دولة مارقة فوق القانون وأنها تمد بأمصال من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا وتمعن في فعل ما تريد دون أن تأبها بأدنى قانون دولي أو أعراف دولية في مقابل أيضا الدول أعلنت بشكل رسمي اعترافها بالدولة الفلسطينية نأخذ على سبيل المثال إسبانيا وإيرلندا وغيرها من الدول ناهيك عن أمريكا اللاتينية الآن التي تخرج دولها بشكل متتابع بتصريحة قوية جدا تنسب إسرائيل إلى الشر أو إلى الشيطان أو ما إلى ذلك من الأوصاف التي تدل على عزلة دولية كبيرة تعيشها الدولة العبرية لو لا الاحتضان الأمريكي هوية بريس نحو إعلام هادف